الإطار التنسيقي اليوم هو حتى وفي وجود الكتلة الصدرية كان أكثر عدداً من نسبة لعدد النواب كان 85 نائباً وهو أكثر شمولية في التنثيل من بقية الشيعة الموجودين في الساحة السياسية لأننا نتعامل مع أعداد وهذا هو عنوان الكتلة الأكبر اليوم لو كان هناك اندماج للبيت الشيعي بمجمله الكتلة الصدرية مع الإطار لكنا في أعداد مختلفة ولا تكون هناك منافسة معهم على أي عنوان في الساحة السياسية بالتالي كانت لذهبة العملية بسلاسة أكبر ولكن نحترم قرار الكتلة الصدرية ولكن لو تبعات هذا القرار لما يكون هناك انسحاب من الساحة السياسية أكيد سوف تفرق هذه المساحة السياسية للكتلة الصدرية بالتالي لا يمكن تعويضها إلا من خلال الكتلة الصدرية نفسها يعني تعلمون أن الساحة السياسية هي عنوين وبيوتات وهذه العناوين ثابتة من ثبات العملية السياسية وكذلك من اطروحات الكتل والكيانات السياسية وحراكها السياسية بالتالي نحن نحترم قرارات السيد الصدر وكذلك نحترم الستراتيجية التي يمضي بها لإيجاد الحلول للاختناقات السياسية وما حصل من انسحابه هو قرار سياسي محترم لا يمكن قبوله بشكل سهل ولكن نحاول نحن في الحكمة أن تكون هناك مقتربات للتعديل على هذا القرار لكن تبقى عملية الحراك السياسي بتمثيل المكون الشيئي محصورة في الإطار التنسيقي أي شيء عدى ذلك ويجب أن يكون بالتعاون مع هذه الكتلة بالاستفافات والتحالفات الجديدة لأن السيد الصدر أعلنها أن يكون في حل مني وبالتالي هذا الحل يعني أن التحالف الثلاثي قدم فرط عقده ويجب تكوين تحالفات جديدة من شأنها أن تؤسس لقرار سياسي جديد وبوصلة قرار سياسي جديد لإنتاج الحكومة فيما لو تراجع السيد الصدر عن قراره وأعاد الكتلة البرلمانية سوف تكون هناك أيضا عودة للتفاوض وطاولة حوار وأيضا تأتي مسارات أخرى وسيناريوهات أخرى